أعمل إيه بقى ضد هذه النعم علي أن أشكر دي نمر واحد ثم أقوم بواجباتها واجبات النعم أجعل لها وظيفة تعمر الكون تعلم الناس عبادة الله تزكي النفس يبقى لها وظائف فلازم نمر واحد أشكر ونمر اتنين أستعملها فيما هي له ونمر التلاتة ألا أتكبر بها أو أفسد بها المال ما روحش أفسد بيه في الأرض السلطة ما روحش أفسد فيها في الأرض الشهرة العلم ما ينفعش أتكبر بيه وهكذا فيبقى إذا كل نعمة ومن ضمنها الإشراقات الإشراقات من اتبعها ضل ورأيناه بعد ما اتبعها يجي واحد يقول لي والله أنا يظهر أن أنا مكلف برسالة من الإله أو ده زي يقول لي ده أنا بشوف كل يوم ما نام وبيحصل زي ما هو أيوة ده بتشوفه زي كل يوم ما نام وكذا إلى آخره قول الحمد لله الحمد لله دي نمرة واحد نمرة اتنين تؤدي النعمة بأنك أنت تستعمل هذا في مكانه وبعدين مين لقلك أن الشيطان ما بيوركش كله ده علشان يجي بقى في آخر واحدة بعد ما حضرتك سلمت وافتكرت أن هذا من عند الله فيطلع عليك ببلوة تخرجك من ديوان الولاية كلها وهذا ما ورد عن الأئمة الكبار زي السيد عبد القادر الجلال ورد عنه أن هو كان جالس في خلوته وبعدين بيقول فظهر لي نور النار رأيت أحلى منه قط وسمعت صوتا لم أسمع قط في حياتي أجمل منه يقول يا عبد القادر قال فذوبت كما يذوب الملح في الماء وخلت لبيك إيه الصوت ده ملك ولا في حاجة ده قد أحببناك فانهمرت في البكاء وقربناك طيب ماشي وأحللنا لك الحرام آه هذه بقى الفكرة الأخيرة آه مطب الشيطة اللي بنقول لك من الأول ما تعتمدش على الإلهامات والإشراقات والرؤى والأحلام والفتوحات والأسرار والأنوار عشرين حتة اسمها الإشراقات إيه وعتعتمد عليها لأنها استدرجة قد تكون مدخل للشيطان قد تكون قد تكون مدخل للشيطان وقد تكون من نعمة من النعم صحيح قال فقلت له اذهب يا العين آه قال فانطفأ النور وسمعت حشرجة ما سمعت أسوأ منها قض وهو يقول علمك نجاك يا عبد القادر آه أخرجت بمثلها سبعين وليا من ديوان الولاي أدي اللي احنا بنقول الإشراقات موجودة الإشراقات نعم الإشراقات لا يعتمد عليها لا هي إخبار لي بإننا يعني يا ما هنا يا ما هناك ولا درجة ولا ترقي ولا حاجة ولذلك نحمد ونشكر ونتجاوز أدي الطريقة لأنه ملتفت لا يصل